اريانا جراندي لسه سايبينها اريانا كده من ساعتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو دونت لوك أب دونت لوك أب هو احد الافلام المرتقبة المتبقية في 2021 ومرتقبة دي بقت عملة صعبة شوية بالنسبالي مش لان اللي فاضل في 2021 افلام وحشة ولا حاجة في افلام كتير حلوة وافلام كتير مثيرة للاهتمام زي الفيلم ده بس مش عارف انا بصراحة السنة دي تقوله كده متوقع الاسوأ دايما بس بمنتهى الامانة لما بيتضغط علي ان انا اقول على اقل فيلم واحد انا منتظر وفيه ما تبقى من السنة دايما بقول دونت لوك أب دونت لوك أب هو اهم فيلم لنتفلكس السنة دي بسبب القوة الصاحقة لفريق البطولة اللي بيتكون من ليوناردو ديكابريو جينيفر لورنس وترسانة مرعبة بقى من الناس تيموتيش شلقامي جونا هيل كيت بلونشات ميرل ستريب اعتقد انه ما حيبوا ديوف شرف واتمنى ان التريلر توضح النقطة دي بس برضو اسمأتي قيلة جدا ومخرج العمل وكاتب السيناريو ادم ماكي الحائز على جائزة الاوسكار عن السيناريو وبالتحديد سيناريو فيلم دا بيك شورت اللي اظهر من خلاله انه رغم تاريخه الطويل مع الافلام الكوميدية لكنه قادر على التعامل مع المشاريع المعقدة وبعده على طول قدم لنا فيس عشان يدلل على انه حتى لو معه مشروع ممكن يكون سهل فهو بيعقده بالعافية وبعد تلات سنين بيرجع لنا بـ Don't Look Up اللي التريلر بتاعته ظهرت النهاردة واخشى انها ما تكونش تريلر اوي لان زمانها قصير جدا هي بكل تأكيد تيزر بس اتمنى نطلع منها بحاجة يعني وكالعادة ما شفتها شوالة مرة حشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا توق svريط المتقدم توقف اس wnهrey الع surrounding وحتى تهجب المنوعة من المكان مثل هذا مقابل مرحبت في الدور موصف وضع أكثر الوبيت وأنه لا تحتاج إلى التي تنين سبطا للحالة أعرف كثيرا كثيرا معاتها المتحدى تworه جعبا النحل الدور التعليق من الواضح ان الكوميديا في حالة مرتفعة في الفيلم ده وده شيء حلو ان احنا نشوفه ونتوقعه من ادم ماكي وان احنا نشوف فيه ليوناردو ديكابريو اللي مقدمش كوميديا بشكل مباشر قبل كده الا يمكن شوية ده وولف وول ستريت ودي برضو عليها علامات استفاهم التريلر مش مغزية قوي بس بتنقل الاجواء بتوضح بعض الادوار جون الهل على ما يبدو رئيس امريكا ودي حاجة في منطقة المزخرة في حد داتها وتعالوا كده اندقق شوية في الكلام اللي تقالوا في بعض المشاهد هو احنا الحدوتة بتاعتنا بمنطقة البساطة بتدور عن اكتشاف مذنب حيدرب الارض والمفروض ان هو حيدمر الحياة فيها بالكامل والتنين علماء اللي اكتشفوه اللي هما ليوناردو ديكابريو او الشخصية بتاعته يعني والشخصية اللي بتجسدت جينيفر لورنس ورحلتهم في انهم يكشفوا الخطر المدمر ده للعالم فاحنا بنبتدي بالبانيك اتاك اللي بتجيله في لحظة الاكتشاف اعتقد من المحزن ان احداث الفيلم ده يبدو انها خيالية بس بقى لها كتير مستخبية برضو رغم انها قعدت في فترة كده كانت اكتر من الهم على القلب ادم ماكي ده دا دايركتور اوف دا بيك شورت وفيس احنا قلنا دول اهم مشروعين عنده دي اللقطة اللي كنا شفناها قبل كده في الشوريل اللي نتفلكس كانت نشرته في بداية السنة عشان تقول لنا ان فيه فيلم جديد كل اسبوع وصباحوا كدبي يعني ده بقى اللي غريب حتى انا اتحكت وانا بتفرج انستاب برودرز ان انكرمان حقيقي عاوزين نفتكر المشاريع دي انا مش عارف هو بيقول ايه بيقول يوار هير ناو انا هدور عليها اكيد مكتوبة في حتة بيقول يور هير ناو فعلا فايحنا مش بنتكلم عن حالة بانيك من الاكتشاف هي حالة بانيك من الموقف اللي لاقى نفسه فيه بعد كده انا مش عارف ده مين الحقيقة تيموتي الشلامي كيد بلانشات طايلر بيري من راضح ان هما بتوعي الاعلام المزيعين وكده بعض التكسيد لحالة الفوضى حالة التوتر مكملة في اجتماعه مع رئيس امريكا انا مبسوط اوي بجونا هيل يا جماعة في الدور ده مبسوط اوي ان هو مع ليوناردو ديكابريو مبسوط اوي من ان الموضوع فيه هيافة على ما يبدو ميرل ستريب طلع ايه الفيس بريزدند يوناردو ديكابريو جينيفر لورنس روب مورجن ده اللي هو الرجل اللي انا بقول ما عرفش هو مين طلع روب مورجن اه جونا هيل حسس ان اللقاطات اللي في التريلر دي محدودة جدا على مستوى الاماكن يعني ما راحتش في اماكن كتير مارك رايلنس طب فين ما شفتوش طايلر بيري ماشي تيموسي الشلقامي ماشي رون بيرلمان بموت في الرجل ده اريانا جراندي سكوت مسكودي ما عرفش ده مين كيد بلانشات ميرل ستريب نوضح ان دي ادوار شرفية اه اه مارك رايلنس او مش هفتوش اول مرة وده كيد كودي موجود في الفيلم انا عرف ان هو موجود في الكاست فعلا بس معرفش طلع مين طلع بنفسه فادوار البطولة الرئيسية للناس اللي هيظهروا اغلب الوقت على الشاشة ليو جينيفر لورنس والراجل اللي احنا تعرفتنا عليه من شوية ده العملية العسكرية بقى لها دعوة بديب امباكت وارماجيدن والحاجات دي وان كانت اجواء السخافة اللي في التريلر بشكل عام ومش قصدي سخافة كحاجة وحشة يعني مفكراني اكتر باجواء اتاكم مورس بتاع جاك نيكلسون واللي بيدعم وجهة النظر دي ان فعلا ليوناردو ديكابريو سنة عن سنة بيقرب اكتر من شكل جاك نيكلسون الادارة الامريكية متعودة اللي هو عادي واحد يجي لهم يقولهم العالم بينتهي مش قوي مرة نسمعها ايه انا بصراحة اكتر حاجة بس تاني في التريلر دي جونهل يا جدعان بيتحول يا جدعان حيبقى هو تلاتة ادم ما كي من اربع اسماء مسائل فل يا ريس اربعة وعشرين ديسمبر على نتفلكس ماشي سخنت شوية شوية صغيرة بس سخنت شوية تصحيح سريع بعد ما قريط شوية اكتر عن الفيلم اللي قايم بدور الرئيس هي ميرل ستريب ميرل ستريب هي رئيسة امريكا جونا هيل ابنها والتيف اوف ستاف اللي هو رئيس العاملين بالبيت لابيض وبنواضح انه عنده نوع من انواع الخلل كده الدنيا اجمد على فكرة كمان اه وفيلم جات نيكلس ان اللي قصده اسمه مارس اتاك مش اتاكون مارس بما اننا بنصحح يعني حلو الكلام ما فيش حاجة اضافية اقولها خلاص قلت كل اللي عندي في خضم التريلر نفسها وقبل ما نتفرج عليها ونسب الترقبي حقول تسعة من عشرة لان انا السنة دي ما اعتقدش ان فاضل عندي عشرات خلاص في حيطة الترقب دي بس دي نسب الترقبي انا وانتبعاتي انا الاهم منها هي نسب ترقبكم وانتبعاتكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيم وانستجرام وباي باي